تكثر في الأوينة الأخيرة المبادرات والهادفة لإيجاد حل للحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت قبل نحو 15 شهرا وخلفت آلاف القتلى والجرحى من الطرفين إضافة إلى أزمات اقتصادية طالت العالم أجمع آخر تلك المبادرات تأتي من القارة السمراء فقد صرح لكريملين بأن وفدا من دول أفريقية يأمل في تقديم مبادرة لإنهاء الصراع في أوكرانيا سيزور موسكو المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قال للصحفيين أن موسكو ستكون مستعدة للإنصاط إلى أي مقترحات وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد استبق زيارة الوفد الأفريقي بالإشارة إلى أن القيادة الأوكرانية على المستوى التشريعي تستبعد أمكانية التفاوض مع روسيا وأن الدول الغربية تتبنى خطة السلام الأوكرانية ولكنها ترفض المبادرات التي تعلن روسيا عن الاستعداد لدراستها زيارة الوفد الأفريقي المقررة إلى موسكو تتزامن مع اختتام المبعوث الصيني الخاص إلى أوكرانيا ليهوي زيارة استمرت يومين في كييف للبحث في حل للنزاع المبعوث الصيني شدد بحسب بيان للخارجية الصينية على ضرورة بناء الثقة المتبادلة بين طرفي الصراع وتهيئة الظروف لوقف الحرب والتحاور مؤكدا أنه ليس هناك حل صحري للأزمة المبعوث الصيني ليهوي أشار في محادثاته مع المسؤولين الأوكرانيين إلى أن بكين ستواصل تقديم المساعدة لكييف ضمن قدراتها فيما شدد وزير الخارجية الأوكراني أن بلاده لن تقبل أي اقتراح من شأنه أن يؤدي إلى خسارة أراضيها أو تجميد النزاع على حد وصفه